من الصحف نبدأ بالأخبار ومقال إبراهيم الأمين تحت عنوان الحريري طلبات أمريكا أوامر كتب إبراهيم الأمين يواجه سعد الحريري أصعب الاستحقاقات في حياته فلهو قادر على عدم تأليف حكومة جديدة وفي الوقت نفسه يواجه ضغطا كبيرا من الداخل والخارج للسير بتسويامه المسألة هنا تتعلق في كون الحريري لا يمكنه الخروج من السلطة الآن وإذا أجبر على هذه الخطوة فهو سيبدأ بزرع الألغام على طول الطريق التي يفترض أن تسلكها من التكليف إلى التأليف إلى جلسة الثقة عدم رغبة الحريري بأي شكل غيره الحكومة ترتبط بمصيره الحديث هنا عن بطالة كاملة عن تقاعد مبكر غير مضمون النتائج عن اعتزال مبكر لكل أنواع الأعمال السياسية والتجارية عن اعتكاف يقود صاحبه إلى الابتعاد تدريجيا عن الأنظار حتى يصبح منسيا عن مغادرة تعني الهروب إلى أقاصي الأرض بحثا عن ملاذ آمن رئاسة الحكومة بالنسبة إلى الحريري تعني كل مستقبله تعني مستقبله السياسي كواحد من زعماء لبنان لا يمكنه من دون السلطة والمال قيادة تياره ولا كتلته النيابية في مواجهة سقور يريدون انتزاع الزعام منه احتجاجا على قلة دراية أو نقص في الوضوح أو تردد في المواجهة رئاسة الحكومة تعني لسعد الحريري الحصانة الفعلية في مواجهة مئات المعارك القانونية في لبنان والسعودية والإمارات وغيرها تعني حصانة تحول دون اعتقاله على باب طائرته الخاصة في عاصمة ما والتحقيق معه ومصادر طائرته وما معه من حلي وثياب تعني حصانة لا تزال تفتح له أبواب قادة وحكومات وأجهزة وشركات في العالم بصفته لا بشخصه حصانة تقيه شر العزلة التامة التي تحوله إلى رقم منسي إذا ما قرر خصومه ذلك حصانة تحول دون اعتقال وسجن أكيدين فيما لو زار السعودية كحامل لجنسيتها فقط عندها لا يقيه أحد في العالم شر الدب الداشر مما يقوله إبراهيم الأمين أيضا الذين يعرفون سعد الحريري جيدا يتحدثون عن مفاجآت في شخصه هذه الأيام عصبيته وطريقة أكله للسجار لا تدخينه وعلاقته مع طعامه أو نبيذه الفاخر وطريقة جلوسه داخل الدار وخارجها كل ذلك لا يعكس ارتياحا بل ضيقا شديدا يرفع من منسوب توتره الشخصي واللافت أن الرجل الذي عرف ببساطته السياسية وقلة حنكته في إدارة التحالفات والملفات أصيب فجأة بنوبة من دهاء غير مسبوق وما يقوم به في سياق ملف تشكيل الحكومة الجديدة يعيد إلى الأذهان حكايات بيروت عن مفاوضات صعب إسلام ورشيد كرامي وآل الصلح حتى والده لم يكن يهتم بالطرق الملتوية وربما كان الحضور السوري في القرار النهائي مانعا للمناورات لكن رغم ذلك لم يكن رفيق الحريري يحتاج إلى ألعاب جانبية مقال طويل لإبراهيم الأمين تفاصيله أكثر طبعا في الأخبار ننتقل الآن إلى اللواء ومشاة اللواء كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فوضتا فرنسا إجراء الاتصالات لتسريع تسهيل تأليف حكومة لبنانية توحي بالثقة الداخلية والخارجية برئاسة سعد الحريري وتتكون من وزراء موثوقين وتكون مهمتها الأولى معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية التي يعاني منها لبنان وتشرف على تنفيذ كل متراتبات مؤتمر سادر وتعمل على السهر لصرف الأموال المبثقة عنه بشفافية المصادر عادت واستدركت بأن الأمور تسير بحسب مقولة الرئيس نبيه بري لا تألفول حتى يسير بالمكيول هذا من الشأن الحكومي كما تقول اللواء ذلك أن التفاصيل الجاري بحثها من حيث توزيع الحقائب لا سيما السيادية منها وأسماء ممثلي القوى السياسية يمكن أن تؤدي إلى تفجير المساعي إذا لم يحصل الاتفاق عليها وقد يطير اسم الخطيب كمرشح للتكليف كما يمكن أن تؤدي إلى توافق نهائي بحيث يمكن أن يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية خلال الساعة الأربع والعشرين المقبلة مصادر مطلعة أفادت لللواء أنه خلال هذه المدة إما يكون سمير الخطيب المرشح الوحيد أم تحترق ورقته ويعود البحث بخيار آخر وإما نعود إلى الرئيس سعد الحريري أو يكون هناك مرشح آخر الذي قد يكون النائب فؤاد مخزومي مصادر سياسية مطلعة على أجواء قصر عبدأ أوضحت لللواء أن المشهد الحكومي بات على طريق الاكتمال وأن الساعات المقبلة سترسم هذا المشهد لجهات النتائج التي تعزز إيجابيتها الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة أما أي عقبة غير متوقعة فتبقى مرهونة بتطور ما ليس في الحسبان لافتا إلى أنه بالنسبة إلى شكل الحكومة والوزراء وعددها فليس نهائيا بعد لكنها ستكون حكومة مصغرة أما التمثيل السياسي فيها فبات واضحا بين المكونات التي تشارك أيضا بوزراء تيكنوكرات إلى الجمهورية حيث تحدثت معلومات للجمهورية عن أن الحكومة ستتكون من 24 وزير 6 وزراء دولة من السياسيين وحسمت بعض الأسماء منها سليم جريساتي محمد فنيش علي حسن خليل على أن يسمي الحريري وزيرا سياسيا إلى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على أسماء الوزراء الاختصاصيين لـ 18 وعلم أن باسيل طرح على الخطيب استبدال حقيبة الخارجية بالداخلية لتكون من حصة التيار الوطني الحر لكن لم يحصل أي تفاهم في هذا الصداد على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية وعلمت الجمهورية أن الخليلين طلبا من الحريري خلال اجتماعهما به أجوبة عن أمور عدة تتعلق بدعم الحكومة والمشاركة فيها والثقة بها فجاءت إيجابية وأكد لهما صحة ما قاله في الدردشة مع الإعلاميين بعد لقائه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جمبلاط علما أن الخليلين أعادت تأكيد أمامه أنه كان ولا يزال الخيار الأول لدى الثنائي الشعي لتولي رئاسة الحكومة وأن هذا الثنائي لا يزال يتمسك به مصادر مطلعة قالت للجمهورية إنه بعد عودة جمبلاط إلى مسار التكليف والتأليف سيكون من مهمة الرئيس المكلف الاتصال لاحقا ببقية الأحزاب التي استثنيت من المشاورات الجارية لا سيما منها أحزاب الكتائب والقوات اللبنانية والسوري القومي الاجتماعي وتيار المردة للوقوف على أرائهم في التشكيلة الحكومية إلى صحيفة الشرق الأوسط حيث أشارت مصادر مطلعة على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب السابق ولي جمبلاط للشرق الأوسط أنه جرت تأكيد على التعالف والعلاقة الوطيدة بين الفريقين خلافا لكل ما أشيع عن التباين بينهما لافتة إلى تقدير جمبلاط لدور بري لجهة إعادة التواصل بين الاشتراكي وحزب الله وخفض منسوب التوتر بينهما وكشفت المصادر للشرق الأوسط أن الفريقين بحثا الوضع الحكومي والأزمة القائمة وأن بري يؤيد تولي الحريري رئاسة الحكومة المزمع تأليفها ويؤيد تأليف حكومة من عشرين وزير ينقسمون إلى أربعة عشر وزير من الاختصاصيين وست وزراء بلا حقائب يمثلون القوى السياسية الرئيسية على أن لا تكون بين الوزراء أسماء نافرة ويجري التوزير على قاعدة فصل الوزارة عن النيابة مشيرا إلى أن بري يصر على عدم تشكيل حكومة مواجهة لأن وضع البلد لا يحتمل ذلك هذه المصادر شددت للشرق الأوسط أن بري يرى أن الحريري هو الأقدر على مخاطبة المجتمع الدولي الآن وله علاقات يمكن أن يوظفها لأجل المساعدة في التغلب على الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة خصوصا أن لبنان يحتاج إلى مساعدة الآن في وقت يمتلك الحريري مروحة اتصالات عربية ودولية يمكن أن يوظفها لمواجهة الأزمة التي تكبر في لبنان ونختم مع القبس الكويتية حيث أكدت مصادر سياسية للقبس أن التطورات الإيجابية التي برزت ليلا لا تعني بالضرورة أن الأمور رست على سمير الخطيب وإن كان لا يزال مرشحا وحيدا وفي حال إخفاق الخطيب في الحصول على تأييد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري والشارع فأن الاتجاه يصبح إلزاميا نحو خيارات أخرى بهذا نأتي إلى ختم جولاتنا على الصحف عود إلى زميل سمر أبو خليل والحدث شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة